السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترمين اليوتيوب قضية نورهان وداليا الحوشي بعد ما ازدل عنها السطار من محكمة برسعيد الجنائية بتحويل اوراق البنت لفضيلة المفتي يعني اعداب وتحويل الولد من محكمة الاحداث للاداع بدار الرعاية يعني الولد يفضل لحد السن الواحد وعشرين او العشرين او السن القلوني ويخرج يا سيدة طيب ايه اللي فتح القضية من جديد وايه الخزعبلات اللي بدأت تنتشر على السوشيال ميديا يمكن السبب الوحيد فيها ظهور محامين الطرفين سواء المجني عليهم او الجناء اللي هي اسمها هايدي الفضالي يعني القضية خلاص يعني المفضل القضية الناس ما عادش يتكلم فيها لكن احنا بنقول ان احكام القضاء صدرت لكن فيه كواليس كتيرة جدا فيه اوراق القضية فيه كواليس كتيرة جدا حصلت ما بين نرهان وما بين داليا والاستاذ خليل كمان من حق الرأي العام يعرفها علشان نتعلم من الاخطاء اللي كانت موجودة في القضية اول حاجة الناس كلها شغل بالها ايه كان سبب تواجد المية السخنة في الجريمة ايوه هاي المية السخنة هتموت لا مش هتموت طب ليه هم بدأوا ان هم يسروا ويتفعوا على حتة المية السخنة واجب علينا ان احنا نوضح لحضراتكم قصة المية المغلية اللي استخدمها حسين ونرهان في تشويه واسمان داليا احنا عارفين من خلال الاقوال ان هم اعترفوا وقالوا ان احنا كنا هنقطع جسمها ونحطه بدليل ان كان موجود شولة كان موجود اكياس زبالة كبيرة والتروسيكلي تحت العمارة يعني ايه؟ يعني هما يا سادة ان الولد احمد وادم لما طلعوا وخبطوا هنا الوقت ما سعفش نرهان ولا كمان حسين هما كانت متفعة وكانت مرتبة ان احمد هيكون مع الستاذ خليل على الفرش واحنا عارفين الناس اللي بتفرش او تفترش الارض اللي تبتاع اي سلعة بيروحه ويمكن بعد الصه 10 او 11 بالليل فكانت هي متطمنة اوي ان احمد مش هيرجع والحتة التانية كان بابتاعت ادم لما اخد التليفون ونزل يلعب تحت العمارة احنا عارفين يا جماعة كلنا عندنا اولاد ربنا يبارك فيهم عارفين ان اي ولد لو مسك التليفون واحد قعد يلعب عليه وهو اساسا مالهوش تليفون في البيت فاكيد هيطلع طاقته كلها في التليفون لحد ما التليفون يخلص شح يعني ايه يعني ادم كان تحت العمارة كانوا قدامه 3-4 ساعات على ما يطلع شوية يلعب بالموبايل يعني مش هيطلع الشق وطبعا الاستاذ خليل قعد على الفرش مع احمد فهنا نرهان مرتبة كل حاجة نرهان مرتبة هي وحسين انهما بعد ما يقضوا على حياة داليا الحوشي يبدأوا يقطعوها ويحطوها في الاكياس شفت التفكير ووصل لحد فين وهينزلوا ويحطوا الاكياس في التروسيكل وهنا حسين هيتوكل على الله بالتروسيكل في المصرف الفلاني في رجل في الترعة الفلانية ويدن في الطريق او الحتة المهجورة النصف الامامي النصف السوفلي ده اللي كانت نرهان وحسين متفاقين عليه لكن احنا عاوزين نعرف لغز المية المغلية انا اقول لحضراتكم من وجهة نظرنا ولو اقترعتوا بيها اكتونا في الكومنتات ولو ما اقترعتوش برضو بيها اكتونا في الكومنتات هنا طبعا بعد ما ينتهوا من المية المغلية ويكبوها او يجلقوها على وجه داليا هيتطلعوا يفرقوا جسادها على جميع المناطق واخدين بالحضراتكم لكن هنا ما نقدرش نوصل لشخصية المتوفق او القتيل من خلال رجله من خلال ايديه من خلال الجسم الجزء اللي فوق الجزء اللي تاعه طب هما دلوقتي سهل جدا ان هما يوصلوا من خلال محاضر التغيب لوجه السيد او لوجه الشخص او الست من خلال البلاغ لان اللي بيروح يعمل بلاغ اول ما بينطلب منه في بركز قسم الشرطة بيقول له ايه هتلينا صورة شخصية الصورة ايه شخصية فهنا هما فكروا كويس اوي وده السابت ان شخصية نرهان شخصية نرجسية وهنتكلم برضو في حتة انها ما هربيتش ليه بس نكمل حتة المية السخلة طبعا هما لما يرموا داليا بطبيعتها راس في ناحية وجسد في ناحية ورجل في ناحية فهنا اول ما يتم العصور على الراس اللي هي الوجه للسيدة هتتعرف على طول لان لو هي اتثابت بوجهها عادي من غير تشويه فهنا مدة التحلل او التعفن للراس هتكون طويلة فممكن يكتشف الجسمان قبل ما يتحلل شكل الجسمان او شكل الراس فهنا قالوا ايه ان احنا نسلق وشها نهري يعني او نسلقه يعني بحيث ان لو اي حد عثر على الراس بالصدفة مش يعرفه هي راس مين وممكن الجسة تقيد ضد مجهول لكن ربنا سبحانه وتعالى هو الحكم العدل وما فيش جريمة كاملة علشان كده ما لحقوش ان هما يشوهوا وشها وما لحقوش ان هما يكملوا الجريمة بتاعتهم لابن احمد وادم طرعوا خبطوا وهنا كان فيه نوع من الالأ وفيه نوع كمان من اقتسام الجريمة ده حتة الميا المغلية طب تعالوا ما لاتكلم في حتة عدم هروب نرهان نرهان بتحب حسين بتحب هاني بتحب زغلول ليه ما هربيتش مع الولاد دول طالما هي وغدة حرية ووغدة سيطرة ومسيطرة في البيت مين من صفات الشخص الشخص النرجيسي اخدوا باركم مجمع السيدة النرجيسية بتبقى اقوى في الافعال من الشخص النرجيسي ممكن النرجيسي يتهاون بعض الشيء وده اللي كان ظاهر من خلال لما داليا كانت بتقول لي حسين كفاية ضرب بقى كفاية ضربه قاعدت تتكلم معهم انما السيدة النرجيسية بتكون متسلطة او بتكون مسيطرة او بتكون مصممة وعندها اصرار في تنفيذ اللي في دماغها ايه اللي حصل قصة نرهان نرهان احنا عارفين انها عندها حرية يمكن مفتوحة في البيت مفتوحة في البيت يعني كانت بتعشب راحتها تطلع الناس براحتها تعمل علاقات مع هاني مع زغلول تروح الجامعة براحتها تيجي تيجي مش عارف ايه فهنا طبعا هي حسست بالراحة طب ليه تاخد حسين وهيب حسين لوحده واخدون بالكم يعني لو طفشت لو خدت حسين هتاخده وتهرب به لوحده طب ليه ليه ان انا ادور على مكان وممكن حد يسيطر علي ممكن حد يقزيني ممكن حد يمسكني ده ده لو خدت حسين وهربت علشان تمارس العلاقات الشازة لا من صفات الشخصية النرجسية انها بتتمكن من البيت اللي هي قعدة فيه طالما واخدى الحرية الكاملة طالما واخدى السيطرة خلاص مش فارق معها شفتوا الجرم شفتوا الفجر شفتوا مدى الحرية اللي كانت ورهان واخدها تطلع حسين الشقة ويباد معها ده النهاردة لو البنت المؤدبة شاب ولد بس لمح لها او عاكسها في الطريق بتطلع جارية على بيت ابوها بتشتكي الاخوها والابوها واحنا شوفنا وقاع كتير جدا السبب في المشاكل بالنسبة للتحرش والتنمر ومعاكسات البنات اللي بيحافظنا على عرضهن وعلى شرفهن انما نرهان ليه نا اخد حسين واطلع في اي مكان اهرب ممكن صاحب الشقة يمسكنا وليه اربط نفسي وقايد نفسي بشخص واحد ده الكلام ده يا استاذ مجدي الكلام ده هيودينا نقطة نقطة ايه؟ ازاي؟ كانت مخطوبة يعني انت بتقول دلوقتي مسيطرة او من شروط السيطرة دي او الشرط الصفات النرجسية انها ما بتحبش تتجوز ولو تجوزت لازم تختار انسان ضعيف او 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 عشان تفضل مسيطرة على طول اقول لحضراتكم ما احترامنا الكامل للاستاذ محمد خطيب نرهان ان هو شخصية طيبة جدا 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 انا مش بعيد فيه لكن هو طبع ربنا سبحانه وتعالى لخالق كل حد كده حد طيب حد 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 قاسي حد جديد وقدم بالحضراتكم فشخصية استاذ محمد كان سهل جدا 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 ان نرهان تخدعه ليلة الدخلة انها تعد الليلة بعملية بوهم باي حاجة ممكن تجيب بتدين اي حاجة لانه يعني شخص غير ذات تجارب يعني عندوش تجارب مش مخاربش زي ما احنا ما بنقول وده مش عيب فيه ده دي فطرة ربنا سبحانه وتعالى خلقها في الشخص انه طيب لدرجة يعني تتخطى الحدود فهنا النرهان وفقت عليه ليه وفقت عليه ليه لان ده هيددي لها المساحة ان هي تقدر تخدعه ليلة الدخلة تقدر تخدعه باي مشوار وهو هي على زمته يعني تقدر انها تجيب ناس كمان في شقةها واخدين بالكم لانه شخص مسالم لدرجة لابعد الحدود تقدر انها تقول له انا كنت عنده ماما وحتى لو مامتها هو كلمة انه هي كانت عندك يا حماتي تعاليت له ايوة هي تقدر تقنعه وتقدر تكذب امها وتقدر تطلع نفسها ان هي الصح وان هي الصدقة مع اعتراف الام انها كانت عندها ومش عندها تقدر انها تقول له انا كنت في النادي وهي في شقة تقدر تقول له انا كنت بجيب مثلا نسقفين من السوبر ماركت اللي تحت وهي كانت بايتة ليلة بره بره بيتها فهنا الشخص مسالم لأكبر درجة وهنا اخترته ووفقت عليه علشان تمارس اللي في دماغها بعد الزواج يعني هي خطوة وبعدين الشخصية النرجسية دايما دايما بتكون مسيطرة في بيت زوجها ومتفرقش معها يعني مثلا 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 الشخصية النرجسية دي لو مثلا السيد محمد دي عنده اب والاب ده خرج على المعاش وهم متجوزين فأكيد هتقول له محمد ابوك هيقعد لنا في البيت ليه ده ابوك طلع معاش شوف له اي دكان شوف له اي محل شوف له اي مشروع تشارل ايه كبتوكتوكي انشاء الله ما يقعدش في البيت كده تبدال ليه ليه وده بيحصل في كتير قوي في البيوت وفي حالات الزواج انه مثلا الحمى او الحماية تطلع معاش ببدا تقعد في البيت يلاقي الزوجة عملت نخور كده عملت تفحر كده تفحر 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 زي السوسة كده خدت بالك لا تطلعه خليه اشتغل في اي حاجة هاتله شوية حمام هاتله شوية فراخ بيضة وعضه على السطح طول اليوم المهم ان هو ما يقعدش في البيت ليه لانها هي بتبقى المسيطرة لعين من صفات الشخص النرجيزي السيطرة في حين نورهان كانت مسيطرة في بيتها ولما تجوزت خلاص هاخد الشخص ده خلاص هو متفصل على قد بالزبط ان انا اعمل اللي انا عايزها طيب ليه نورهان قدلت والدتها داليا وما اخدتش الولد وهربت هي هتحرب ليه وبعدين نورهان قبل الزواج ازاي امها مسك عليها الفضيح دي كلها فمتفكر ان انا لازم اتغدى بداليا هنا مفيش فوارق بقى امه او ابا وبتاع لان داليا هي اللي مسك جميع الاسرار والفضيح على نورهان لا انا هتغدى بداليا قبل هي ما تتعشى بيه ده هي هتفضحني ده هي هتجرسني ده هي هتعمل ده هي هتسوي حاجات كتيرة نورهان شخصية نرجسية القضية فيها مواويل كتيرة جدا ولسه هتظهر لكن احنا ما نقدرش نتكلم ولا نتوقع باي شيء الا ما يكون تحت جدينا اولاق وان شاء الله في مفاجآت كتيرة جدا 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 هننشرها لحضراتكم قريب فلو اول مرة حضراتك تشاهدنا في القناة يريد ما تتعشفوا اشتراك واللايك علشان لو حابب تعرف تفاصيل القضية اللي من حق الرأي العام يعرفها بعد ما ازدلت المحكمة سواء الجنات او الاحداث استطار عن الاحكام ضد المتهمين فاكيد اكيد شرف لنا اشتراك حضراتك في القناة وكده وصلنا الحادث النهاردة واتمنى ان يكون الفيديو حسن يعجبكم ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته